من برنامج الأهل الليلة حالة النهاردة عندنا فيها أخبار مهمة جدا وعندنا فيها تقارير وعندنا فيها تفاصيل كثيرة طبعا بالتأكيد في الغالب كل حدثنا النهاردة هيكون على النادي الأهلي بنسبة كبيرة النادي الأهلي في كل القطاعات مش في كرة القدم بس كرة القدم في معسكر في الإمارات معسكر ناموزاجي نهاردة آخر تدريب وبالتأكيد غدا إن شاء الله المغادرة والفريق سيعود إلى القاهرة لبداية مرحلة أخرى استعادة لإستئناف الدور لكن أيضا قطاع آخر قطاع كرة السلة كان بيأخذ مباراة كبيرة منذ قليل أمام نادي الزمالك في دور 16 لكأس مصر وستطاع رجال سلة الأهلي الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 92-80 في مباراة مش عايزة أقول مباراة استعراضية لكن في مباراة أشبه بالاستعراض من رجال كرة السلة في النادي الأهلي أداء ونتيجة ومستوى ومهارات على أعلى مستوى فيه تفاصيل كثير في هذه المباراة بالتأكيد نقولها النهاردة معاك وإحنا في فقرة الإنترو أيضا النهاردة معنا في الإنترو فيه أخبار مهمة أخبار متعلقة بالمرحلة القادمة بالنسبة لنادي الأهلي ولجنة التخطيط بالنسبة للمرحلة القادمة لكن فيه اتجاه آخر النهاردة معنا ضيفين مهمين جدا الفقرة الأولى اللي هتشرف النهاردة بالتأكيد في الحوارة معاك وهيكون فيه ضيافاتنا الكابتن محمد اليماني نجم منتخبنا الشباب السابق واللي بتأكيد وجوده النهاردة معنا عن نسمع رأيه في المرحلة القادمة بالنسبة للمنتخب الأولمبي اللي عنده بالتأكيد تصفيات إفريقيا المهلة لأولمبيات توكيو إن شاء الله البطولة اللي تنطلق في مصر إن شاء الله يوم الجمعة القادم مرحلة مهمة ووجود اليمن النهاردة معنا فرصة طيبة عشان نتكلم عن بطولة إفريقيا للمنتخبات الأولمبية وأيضا الحديث كرؤية فنية في معسكر النادي الأهلي والحديث بالنسبة للمرحلة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي الفقرة السانية والأخيرة هيكون فيها معاكو زميل العزيز عمر ربيع ياسين وفي ضيافته الناقض الرياضي الأستاذ محمد دا صادق مدير تحرير أخبار الرياضة بالتأكيد أبدأ معاكو بالحدث الأبرز وهو الخبر الأهم في هذه اللحظات انتصار رجال سلة الأهل على نادي الزمالك في مباراة دور 16 لكأس مصر بنتيجة 92.80 هذه المباراة بالتأكيد اللي شارت أحداثة كثيرة جدا لكن الشيء المميز فيها تفوق وتميز وبراعة رجال سلة الأهل في هذه المباراة وأدأهم مباراة على أعلى مستوى رغم العراقيلة الكثيرة التي كانت أثناء المباراة إلا أن رجال سلة الأهل استطاعوا أن يحققوا انتصار عظيم جدا بقيادة المدير الفني الكابتن أشرف فتوفي إمكانيات لعبي النادي الأهل هذا الموسف مختلفة تماما عن المرحلة السابقة لديهم إصرار وعزيمة وقوة على الفوز بكل البطولات في هذا الموسف استطاعوا مبكرا أن يقصوا أحد العناصر أو أحد الفرق المنافسة في لعبة كرة السلة نادي الزمانية مبكرا من دور الستاشر وبالتالي إن شاء الله النادي الأهل يتخطى هذا الدور ووصل إلى مرحلة دور ربع النهائي إن شاء الله وبإذن الله تكون بطولة كأس مصر من نصيب رجال سلة الأهل المباراة في حد ذاتها شهدت أحداث كثيرة جدا كانت فيه توقفات غير مبررة وغير معلومة ولا نعرف أسبابها إيقاع المباراة للأسف تأثر لحظات بسبب هذا التوقف وهذا الإيقاف وكنا نتمنى القائمين على تنظيم المباراة من قبل اتحاد السلة كلهم رد أو لهم موقف داخل إصالة الأمير عبدالله الفيصل نتيجة هذا التوقف لأن هذا التوقف أضر بالمستوى الفني لهذه المباراة وهبط إيقاع المباراة كثيرا في ظل أن التوقف كان بيأتي بعد تفوق الأهلي في سواء في الكوارتر الثالث الشوت الثالث أو الشوت الرابع البداية بداية موفقة إيهاب أمين تميز وأداء وثقة واتزان ومهارة عالية جدا في مجمل المباراة كل اللاعبين بلا استثناء كل أدى مباراة عظيمة الكل قدر يقدم مباراة في كرة السلة بمستويات تفنية لولا هذا التوقف أثناء المباراة وهبوط إيقاع المباراة ورتم المباراة كنا ممكن نختتم هذه المباراة وانت متخطي برقم ريكورد رقم مية في لعبة كرة السلة وهذا الرقم في لعبة كرة السلة اندل بيدل على قوة وإمكانيات لعبتك إن شاء الله بإذن الله الفترة قادمة مع بإذن الله إن شاء الله لما يكون الجمهور متواجد في هذه المباراة في المرحلة القادمة بإذن الله هيكون الأداء مختلف فيه ألعاب الصلاة تحديداً سواء لعبة كرة السلة، الكرة الطيرة، وكرة اليد بإذن الله إن شاء الله السنة دي القطاعات المختلفة داخل النادي الأهلي بإذن الله مقدمهاش غير هدف واحد، إن هي تسعيد جماهير النادي الأهلي في كل القطاعات، بدءاً من كرة القدم حتى الألعاب الجماعية والألعاب الفردية والنهاردة الأداء المتزن والأداء المتميز والثقافة التكتيكية اللي أدى بيها الكابتن أشرف طوفيه مع لعبته على أعلى مستوى أداء ونتيجة ومهارة، والجزء المهار في لعبة كرة السلة بالتأكيد بيزيد البطولة وبيزيد المباريات جمالاً وسعادة لدى جماهير النادي الأهلي بالتأكيد في النهاية اللمسة الحلوة واللهبة الحلوة بالذات في لعبة كرة السلة بيبقى لها مزاقة خاص جداً خاصة لما بيكون في مثل هذه المباريات مباريات الدربي أو مباريات الكبيرة بين النادي الأهلي ونادي الزمالي ممكن يكون معنا تليفون نعرف الأجواء والأحداث في هذه المباراة وما جرى في مباراة كرة السلة بين نادي الأهل ونادي الزمالك والفوز إن شاء الله للنادي الأهل بنتيجة 92.80 دي كانت البداية والحدث الأبرز خلال هذه الساعات الجارية انتصار الأهل على الزمالك في كرة السلة جزئية تانية كمان مهمة يمكن النهاردة الزكرة السادسة للفريق عبد المحسن كامل مرتجي رئيس مجلس إدارة النادي الأهل السابق النهاردة بتحل علينا اليوم الزكرة السادسة لهذا الشخصية العظيمة الفريق عبد المحسن كامل مرتجي رجل الحرب وكرة القدم ولد في 5 مايو 1916 بمحافظة القاهرة وتخرج في الكلال حربية عام 1937 وتدرك في الترك حتى وصل إلى قيادة اللواء السادس المستقل بالقنطرة الشرق بردبة عميد كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش فريق مرتجي تاريخ طويل جدا وعريض داخل النادي الأهلي تولى رئاسة النادي الأهلي في مرحلة الستينات والسبعينات وارتبط اسمه بالنادي الأهلي عندما تولى رئاسة النادي الأهلي في ديسمبر 1965 بتكليف رسمي من الرئيس جمال عبد النصر وبقرار من المشير عبد الحكيم عامر القائد العام لقوات المسلحة وقتها الفريق عبد المحسن كامل مرتجي هو الرئيس التاسع للنادي الأهلي حيث تولى رئاسة الفترة الأولى من 15 ديسمبر 1965 حتى 13 يوليو عام 1967 عاد بعدها مرة أخرى لرئاسة النادي الأهلي ولكن هذه المرة بالانتخاب في الفترة من 8 نوفمبر 72 حتى 12 ديسمبر 1980 شهد معه النادي الأهلي طفرة في نتائجه وعودته للبطولات مرة أخرى خلال فترة رئاسة الفريق مرتجي للقلعة الحمراء توجى الفريق بالعديد من البطولات المحلية وعاش فترة من أزهى عصورها القروية حيث حصل الأهلي على بطولة دوري الممتاز خمس مرات وبطولة كأس مصر ثلاث مرات اشتهر الفريق